السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضركم. الفيديو ده طلب مني كتير جدا مهم جدا عن نوع هواتف واحد اللي هو سامسونج وبالاخص الفئة الاس اللي هو الاس واحد وعشرين اولترا اتنين وعشرين اولترا تلاتة وعشرين اولترا. ليه الفئات دي بالذات الفئات دي اما بنجي نوصلها على الاندرويد اوتو بيحصل حاجة غريبة كده فيه هواتف بالكامل للخطوات وفيه هواتف بيقف على خطوة بسيطة جدا. احنا في الفيديو بتاعنا هنا بالتفصيل المبسط بالشرح البسيط هنشرح الخطوات واحدة واحدة معنا لتوصيل هاتف اس اولترا او تلاتة وعشرين اس اولترا سامسونج على اندرويد اوتو. وده برضو بيشمل الاتين وعشرين اولترا والواحد وعشرين اولترا. يلا بنا نشوف الفيديو بتاعنا. حضر كوبات اللي هو بتاعتك. ويلا بنا نشوف الفيديو المشارك ده بازن الله. يلا بنا. يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اول حاجة هنبدأ اعدادات التلفون. زي ما احنا شايفين معنا التلفون اللي هو السامسونج. التلاتة وعشرين اولترا. ده اللي جات لعليه التساؤلاتك الكتير. من اول واحد وعشرين واتنين وعشرين وتلاتة عشرين. ده احدى استراز تلاتة وعشرين اولترا. هنبدأ نعمل اول حاجة جماعة اعدادات المطورة. اول حاجة هنسحب الجهاز من كده. من فوق لتحت. وهنيجي هنا على الاعدادات علامة التلفز زي ما انتم شايفين كده. نضغط عليها. ونرفع الجهاز كده بسرعة هنا. لحد اخر حاجة عندي اللي هي حول الهاتف. ونضغط عليها كده. هنلاقي عندي اه اسم الجهاز اه جماعة زي ما احنا شايفين. سامسونج اه تلاتة وعشرين اس اولترا. جميل. هنيجي هنا جماعة شايفين هنا على معلومات البرنامج. هنضغط على معلومات البرنامج كده. ونضور على حاجة جماعة اسمها رقم الاصدار. رقم الاصدار هنلاقينا موجود قدامنا كده. اهو. هنضغط عليه عدة مرات لتفعيل وضع المطور. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. هندخل الرقم اللي هو كفل الشاشة. قد تم تفعيل وضع المطور زي ما حضركم شايفين. هنخرج خالص. وبعدين ننزل على الاعدادات. نضغط صليفين. هنلاقينا كان اخر حاجة عندي هنا. اللي هو حول الهاتف. الوقتي بقى في خيارات المطور. نضغط عليها. طبعا زلت احراركم الاصدارات الحديثة من اندرويد. خيار المطور بيبقى مفاعل الخطوة الاولى. لكن بتبقى عندنا خطوة واحدة. اللي هي تصحيح اخطاء يو اس بي. زي ما احنا شايفين هنفعلها. هل تريد استماح بتصحيح الاخطاء? اقول له موافق. تمام كده? وضع المطور اتفاعل وتزبط. ننقل على الخطوة التانية اللي هي اعدادات اندوريد اوتو. هننزل برضو يا جماعة هننزل كده نسحب من فوق. نضغط على لامة الترس هنا عندنا اللي هي الاعداد. والضبط هنيجي هنا عند الاجهزة المتصلة. هنا اهو. الاجهزة المتصلة. وننزل على هنا على اخر حاجة هنلاقي موجود هنا اندوريد اوتو. نضغط عليه كده. الجهاز ده جماعة ده اول مرة يشتغل على اندوريد اوتو. ده اول ضبط ليه? وده احدث اصدار كمان لاندوريد اوتو. لما نيجي هنا عشان نجيه بالضبط اه اه اعداد اندوريد اوتو اللي هو او وضع المطور برضو هننسحب الجهاز لفوق. لحد ما نوصل هنا عند حاجة اسمها ركم الاصدار. وننقص عليه عدة مرات. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. حداشر اتناشر. اهو. هنا هل تريد السماح لاداد التطوير? هقول له حسنا. تم تفعيل وضع مطور البرامج. طبعا هنلاقي طبعا القائمة اللي عندنا جماعة هنا اهو القائمة هنا دي. نضغط عليه هنا كده. اهو. ننزل على تاني حاجة اللي هو اعداد مطور البرامج. نضغط عليه كده. هنا لو انت عند حراك الشاشة تدعم الاندرويوتو اللي سلكي. هي هي هنا مفعلة. وضع التطبيق. هنيجي هنا وضع التطبيق ندوس عليه نضغط عليه كده. نختار تاني حاجة اللي هي المطور. كده بقى وضع التطبيق مطور. نهار او ليل ده بيقلب من الشاشة اللي هي المعتمة للشاشة الزاتة الخلفية البيضاء. ونيجي عند اخر حاجة هنا في مصادر غير معروفة نفعلها. وضكة الفيديو لو حضرتك عايز تزبط على اعلى حاجة بتطبط على اخر حاجة هنا. او لو حضرتك بتقول السماح باختيار افضل ضكة ومناسبة بين السيارات ليه اول واحدة. ده حاجة ترجع لحضرتك. خلال كده خلاص تم اعداد اندرويوتو. ننعلى الخطوة اللي ان احنا هنشغل اندرويوتو على السيارة. هنجيب الكابل بتاعنا كده. او الكابل بتاعنا هون. ونوصله في المكان المخصص لزا ما حضراتكم شايفين. نقدر نبدأ نوصل كده. هنشوف اللي هيحصل. كده ظهرت لعلامة الشحب. وظهرت لي هنا كده علامة اندرويوتو وهنا مكتوب لي مواصلة عملية الاعداد على شاشة سيارتك. وهنا بدأ بالفعل عندي الشاشة تستقبل الازن من التليفون باعداد اندرويوتو على الشاشة. هقول له زي ما حضراتكم شايفين كده هقول له حسنا. ومتابعة. ده يا جماعة اول اعداد عندي. على طول دخل عندي. هنا عايز يعمل تزامن مع الجهاز. هقول لكم فهم. تمام? هنا طالب ان انا اوصل البلوتوث للسيارة. فيه طرتين يا جماعة لتوصيل الهاتف الاندرويد على شاشة السيارة من غير ما روح اضبط البلوتوث اللي هو بالخطرة دي كده ان انا اعرف البلوتوث. ازاي? هنرجع تاني كده خالص? ننزل هنا ونضغط هنا على الاعدادات في التليفون. ونجيب برضو اه الاجهزة المتصلة اللي احنا وصلنا عليها اندرويد اوتو من الاول. وننزل هنا نختار اندرويد اوتو. وهنا يا جماعة وهنا تعزر الاقتران مع الشاشة. هنا هنختار اول حاجة شايفين الاختيار ده في اعدادات اندرويد اوتو اللي هو توصيل الهاتف بالسيارة. اوصل كده. هو هنا بيقول لي اللي وصل الكابلة. طبعا احنا موصلين الكابلة هو بالفعل. اهو. هوصله تاني عشان اشرح. ونبدأ الجهاز يتعرف عليه كده. اهو. هنا قال لي ان هو جهاز الاقتران. اقول لكم فاهم? ونستنى الاقتران وان اسم السيارة يوصل هنا على الجهاز. هنا البلوتوس ممكن لعدد الاجهزة المتصلة. زيادة. هنا تمام اتوصل بالجهاز. اخرج خالص. تمام. وخش على لامة السحابة. عشان نشوف اعدادات اندرويد اوتو. عندي. كده اندرويد اوتو اتفعل. تمام كده. اتفعلت هايزة مولتو لحضراتكم. والمفروض الجهاز بعد كده بيخش تلقائي. ده زي ما احنا ضبطناه هنا هو. او البدء اندرويد اوتو تلقائي. هنا اه اللي بنسيبها مفاعلة زي ما احنا شايفين. نضغط على اندرويد اوتو. وهنا يحتاج التطبيق الى اعدادات موقعك الجغرافي. هننزل هنا كده. وننزل على الاعداد اللي هو الموقع الجغرافي. هنا جماعة هو مش مفاعل. اضغط عليه افعله. تمام? وهنا البلوتو ستفعل من غير الخطوة اللي قلتها حضراتكم عليها. اول ما فعلت الموقع الجغرافي هنا بدأ الخريطة تظهر عندي. وبدأ البرامج كلها تشتغل عندي. هنا التليفون ده هنا مثبت عليه برنامج سبوتفاي. حسب البرنامج المشغل للاغاني اللي عندها خضراتك. وطبعا هنستعد هنا البرنامج اهو. ده البرنامج بتاعنا. والخلفية بتاعة الجهاز حتى هنا ظهرها عندي. ولو عايز اجيب الشاشة كاملة. بضغط طبعا على العلامة المابس هنا او الخريط لو ضغطت كده. هتلاقي كده الشاشة عندي كاملة. وطبعا انا هنا مفعل وضع الطيران عشان الشرح. طبعا حضراتك هتقوم اللي عايز يبدأ بقى يعمل او ملاحة او يستخدم برنامج الخريط علشان اللي حضراتك عايز تقع في المكان المطلوب ليه. طبعا هتفعل بيانات الهاتف زي ما حضراتك كده شايف. بنلغي وضع الطيران بنفعل بيانات الهاتف وتبدأ حضراتك اول ما فعلنا بيانات الهاتف جاب لي المكان اللي انا موجود عليه وحضرتك بتبدأ اه تستخدم او الملاحة بصورة كاملة وبصورة نجحة. كان فيه جالي سؤال جالي سؤال بخصوص. اندروت اوتو اللي مبعبش يوصل اندروت اوتو جماعة او عمل الاعدادات ما بتتوصلش. هنعمل ايه? فصلت الكابل تاني هو. هوصل الكابل تاني. لو الجهاز مدخلش على طول. اغلقوا الكل. لو الجهاز مدخلش على طول عندي. على اندروت اوتو. اعمل ايه? هو هنا بيتفعل على طول بيخش على طول. طيب لو انت مش عارف تخش منين بسحب الشاشة دي كده من فوق. وبعدين اجي على اختيار هنا في عندي كزا اختيار. هاجي هنا ايه? على الاختيار بتاع ده. افتحه. اضغط عليه مرة تانية. هنا جماعة بعد ما ضغط عليه عدة مرتين اللي هو ضبط ده في القاية من فوق. هتلاقينا الجهاز المتصل. وهنا الجهاز. هنا بختار حاجة اسمها نقل الملفات او علامة ميلة اندرويد اوتو. هو ده الاختيار اللي احنا بنختاره. لان احيانا بيكون على اي حاجة موجودة يعني بس لو احنا اختارنا حاجة من الحاجات التانية هنشوف علامة اوتو. حتختفي ازا ما صلت نقل الصور. علامة اوتو وجماعة بتختفي بس صور عشان بتوصل بالكبل بيرجع تاني اندرويد اوتو. يعني لحظة ما بختار مسلا اي حاجة? اهو. بيفصل بس عشان موصل الكبل بيرجع على اندرويد اوتو تاني اللي هو اللي اختار التاني ده. ده اللي كان السؤال اللي جالي يعني انت حضرتك عشان تعرف توصيل او او تختار التوصيل المناسب. اسحب لفوق واختار يو اس بي متصل كملحق. اضغط عليها. اضغط عليها كمان مرة. وبعن الاختيار عندي اختار اندويد اوتو. كده تم توصيل جهاز آآ سامسونج تواني سري اولترا. والآآ بنجاح. والقشرح ده بينطبع على اتنين وعشرين ايس او ايس اتنين وعشرين واحد وعشرين بالزبط. لو معنا نفس الخطوات. كان معكم حازم راشد ودي قناتي. اطلب من حضراتكم الاشتراك وتفعيل الجرس والشير. شكرا لحضرككم. سلام عليكم.